طبعا القرار الخاص بالبنكين والديون السيادية الروسية زي ما بيقولوا دي يعني خطوة أولى وفي وقت الحال برصة الروسية وأسواق المال أو سوء المال في روسيا بينقفض حوالي 20% في الـ 3-4 أيام اللي فاتوا فإزاي ده ممكن يؤثر على أسواق المال أو ممكن أنه ينعكس إقصادنا على أسواق أخرى ده اللي هنعرفه من ضفطنا الكريمة الأستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال وصدرانيا مساء الخير أهلا بحضرتك مساء النور وأهلا بحضرتك يا فاند هل تتوقعوا يعني تداعيات ممكن تكون أبعد على البرصات الإقليمية أو الدولية بعد هذا الانقفاض 20% في البرصة الروسية بالطبع هو منذ بدء هذه الأزمة تأثرت الأسواق العالمية وشفنا هبوط حاد في بعض هذه الأسواق وخاصة الأسواق الأوروبية وهي تعتبر الأكثر تأثرا بهذه الأزمة نتيجة بقى التأثيرات الاقتصادية من تأثر في أزمة طاقة خاصة الغاز الطبيعي لأن 40% من احتياجات أوروبا بتاخدها من روسيا عن طريق الغاز الطبيعي فبالتالي هيبقى فيه تأثر واضح أيضا سوق السلع تأثر بصورة كبيرة جدا لأن احنا عارفين أن أوكرانيا تعتبر أحد أهم الأسواق بالنسبة لسوق الأمح والدرة فبالتالي ده هيكون ليه تأثير سلبي كبير جدا على هذه الأسواق ولكن بصورة عامة احنا بنقول الأسواق العالمية مهيئة خلال 2022 لدخول في عمليات وضغوط بيعية أو جني أرباح شفنا على الجانب الآخر صعود للمعدن الأصفر الدهب ليصل إلى أعلى مستوى ليه منذ ستة أشهر خلال هذه الأزمة فيه تفسير لذا؟ يعني إذا زادت التوترات بالطبع الدهب يعتبر الملاذ الآمن اللي بيلجأ إليه المستثمرين ده على مر العصور ففي حال وجود أي نوع من الأزمات بنشوف دايما أغلب المستثمرين والسنديق بتتجه إلى الاستثمار في الدهب كنوع من التحوط من مخاطر الحروب والأزمات والشفاظ على قيمة أموالهم طيب عايز أسأل حربي بعيدا عن الأزمة الروسية ما تم إعلانه من وزارة المالية ومن الحكومة المصرية البورصة بقى المصرية بقى نتكلم معنا وبوصف حريك خبير في أسواق المال فكرة طرح عشر شركات حكومية مصرية إنها تنزل البورصة يتم طرحها السنة دي ويتم تداول عليها من شركات ومن أفراد في مصر شايف حضرتك الخطوة دي إزاي؟ طيب خلينا نربط الحدثين ببعض هو في الحقيقة رغم إن أغلب أسواق العالم ممكن تدخل في نوع من جني الأرباح نتيجة إن هذه الأسواق صعدت على مدار السنتين الماضياتين وشفنا إن هذه الأسواق أو الأسهم فيها بتتداول بمضاعف ربحية مرتفع فبالتالي هي مهيئة لعملية الدخول في جني أرباح أو هبوط كان السوق المصري بيمر بإصلاحات أو الاقتصاد المصري بيمر بإصلاحات هيكلية تم الإشادة بها من جانب أغلب المؤسسات الدولية مصر تصنفها الاقتماني ارتفع أو تم تثبيته من بعض المؤسسات وبالتالي خليني أقول لحضرتك إن الإقصاد المصري قد يستفيد من هذه الأزمات سواء على مستوى العالم أو الأزمات الممكن تحدث في أوروبا من نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب المحتملة ما بين روسيا وأوكرانيا وغيرها فبالتالي مصر ممكن تستفيد من عدة جهات وبالتالي البورصة المصرية وطرح شركات جديدة في البورصة المصرية هيكون أحد أو بداية العوامل في إضافة بضاعة جديدة بضاعة جاذبة تجذب سيولة خاصة إنه زي ما ذكرت لحضرتك إن أغلب المستثمرين وأغلب السندي هيبتدوا يدخلوا في عملية إعادة هيكلة والبحث عن أصول رخيصة بتتداول بمضاعف ربحية منخفض فبالتالي الأصول المصرية إلى جانب ارتفاع معدل الأمان إلى جانب أن مصر قد إنها ممكن تستفيد من أزمة الطاقة مصر مصدر دلوقتي للجهز الطبيعي ومتوقع إن إحنا ندخل أوروبا وإن ده أمر بيتم بناء على اتفاقيات بتحدث الآن فقد يكون الاقتصاد المصري من أهم الاقتصاديات في 2022 إن شاء الله أنا بشكر حاجة شكرا جزيلا لأستاذ رانيا يعقوب كبير أسوأ المال لأسفاد الوكيب لأستاذ رمي قد ان holidays